اشتركوا في القناة سريعة كده بنتكلم فيها عن مبيعات السيارات الحلقة اللي احنا بنعملها بصورة دورية كده كل شهر او كل تلات شهور او كل ست شهور او كل سنة وبنتكلم فيها عن اخر احصاءات مبيعات السيارات وترتيب السيارات في المبيعات من عدة زوايا فهي حلقة النهاردة ممكن ما تعجبش ناس كتير اوي الناس اللي ما بتهتمش بالارقام يعني او ما بتحبش تقرأ ما وراء الارقام لكن بتكون مفيدة للناس تانية اللي عاوزة تفهم بس بصفة عامة السوق رايح على فين اه وهي دي دي بصفة عامة لو انت مهتم بسوق السيارات هيهمك تعرف الاحصاءات دي بتاعت المبيعات ولو انت مهتم بسيارة معينة او في انترستد ان انت تشتري السيارة في الفترة الجاية فطبعا حجم مبيعات السيارة بيحدد حاجات كتير اوي يعني من ده لما بيزيد حجم مبيعات السيارة معناها ان السيارة دي شهيرة معناها انها منتشرة معناها انك هتلاقي الى قطع غيار في النهاية عند الوكيل وعنده التجار لانه التجار بتجيب قطع غيار السيارات اللي هي منتشرة اكتر عشان حجم المبيعات وهكذا يعني فبيكون لها برضو ايه تأثير اه او اه فايدة لمن هو يرغب في شراء سيارة في الفترة القادمة طيب مين اللي بيعمل لنا احصائيات مبيعات السيارات في مصر بصفة عامة هم اربع جهات احنا النهاردة هنتكلم عن جهة واحدة منهم هي العاملة احصائية النهاردة هنتكلم عن مبيعات السيارات خلال 11 شهر من شهر واحد حتى نهاية شهر 11 في سنة 2023 وهنبص للتقرير او هنبص لهذه المبيعات من زاوية السيارات الاسيو في او السيارات العالية او الكروس اوفر بنسميها الكروس اوفر بنسميها اسيو في لايه السيارات العالية المرتفعة عند ارض ذات الشكل اللي هو شكلها في الأساس هاتشباك بس مرتفع للأرض يعني دي الفكرة العامة يعني SUV اختصار لكلمة سوبر يوتيلتي أو سبورت يوتيلتي فيكل سبورت يوتيلتي فيكل طيب الجهة اللي عمللنا تقرير المبيعات المراضي هي المجمعة المصرية اللي هي التأمين الإجباري على السيارات اللي هي الجهة المسؤولة عن أو بتحصي مبيعات السيارات عن طريق التأمين الإجباري اللي بتدفعه أي سيارة لما بتعمل ترخيص لما بترخيص السيارة بتدفع التأمين الإجباري فبيتسجل بقى لدى الجهة دي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري بتسجل عندها إن سيارة SUV مركة كذا موديل كذا تم دفع التأمين الإجباري لها أو تم ترخيصها يعني فتم دفع تأمين الإجباري لها فتتحط فيه التسجيل وبعد كده من واقع بقى السجلات بيقدروا يحددوا حجم المبيعات يعني ده البيز اللي بيحسبوا منه مبيعات السيارات وترتيبها حسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر فيه خلال من يناير لحد نهاية نوفمبر عشرين تلاتة وعشرين كان ترتيب مبيعات السيارات السيارات أو الكروس أوفر في مصر كان آتي في المركز الأول في المبيعات واللي دايما بتبقى في المركز الأول حقيقة يعني في المبيعات السيارة دي ما زالت من ساعة ما انتجت أو من ساعة ما ظهرت في مصر وحتى فترة يعني فتراتنا اللي موجودة حاليا ما زالت هي متربعة على العرش المبيعات دايما للسيارات الاسيو في ما زالت السيارة محتفظة بشعبيتها وشعبيتها الجارفة وحجم مبيعاتها دايما وهي سيارة كاس بورتش دي في المركز الأول كاس بورتش في المركز الأول حيث أنها باعت في السنة دي في الحداشر الشهر الأولين تلات تلاف تلتمية وخمسين عربية في المركز التاني لها على طول أختها الشقيقة وهي الهاينضاي توسان باعت الفين تسعمية واحد ستين عربية الفرق تقريبا ما بين هنا وهنا حوالي أدي خمسين وأدي تلتمية وخمسين حوالي ربعمائة عربية فرق مبيعات ما بين كاس بورتش ومبيعين داي توسان في المركز التالت في مبيعات الاسيو في مصر شيري تيجو ثري ودي باعت الفين تسعمية تلاتة وتلاتين سيارة في المركز الرابع السيارة شيري تيجو سيفن العادية مش البروة آآ شيري تيجو سيفن آآ باعت الفين سبعمية وستة سيارة في المركز خمسة ودي بالنسبة لي مفاجأة انها توصل انها تيجي في المركز الخامس آآ نظرا أو انها تحقق يعني نسبة في المبيعات معقولة بالنسبة مقارنة بالسيارات الاسيو في آآ ده بسبب ارتفاع سعرها المبالغ فيه وعدم تواجد السيارات دي بصفة عامة يعني آآ ولكن آآ التقرير بيقول كده التقرير بيقول في المركز الخامس السيارة سكودا كودياك باعت الفين ربعمية وخمسة سيارة آآ في الحد واشر شهر آآ في المركز السادس السيارة فولكسفاجن تيجوان ودي برضو مفاجأة اخرى بالنسبة لي برضو لان تيجوان بقى مش عشان آآ السعر غالي ولكن لا هي مش منتشرة اقل اقل انتشارا كمان من الكودياك يعني آآ ومع ذلك برضو حققت مبيعات مقدارها ألف سبعمية تلاتة وخمسين سيارة وجت في المركز السادس في مبيعات في المرتبة السابعة السيارة كيا اكسيد اللي هي المصغرة من كيا سبورتش آآ وآآ عدد المبيعات آآ ألف مية وثلاتة سيارة في الحد واشر شهر في المركز الثامن جت سيارة سيتروين سي فايف اير كروس بعدد ألف خمسة وخمسين سيارة طيب ده الترتيب من المركز الاول للمركز الثامن آآ في الحد واشر شهر اللي فاته طيب هل الترتيب ده في أثناء الحد واشر شهر مثلا حصل فيه تغيير ولا تقريبا الدنيا ماشية بسياق ومستقل عشان نعرف حكاية زي دي خلينا نبص على نفس المبيعات أو نفس الترتيب ده آآ في العشر شهور الاولى العشر شهور الاولى مش الحداشر شهر يعني مش هنضيف شهر حده مش هنحط شهر حداشر في المقارنة ونشوف الجه ترتيب المبيعات للسيارات في أول عشر شهور من آآ عشرين تلاتة وعشرين تبقى برضو للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري آآ طيب ترتيب العشر شهور كان كالآتي في المقدمة برضو كيس بورتيج آآ بعدد الفين تسعمائة وعشرين سيارة لما نضيف بقى آآ شهر احداشر العدد ارتفع آآ بعدد الفين تسعمائة وعشرين بقى ترتيب تلاتة وخمسين يعني في زيادة مضطردة في يعني في آآ كمية تصل إلى آآ أكتر من ربعمائة سيارة اتباعه في شهر احداشر فقط من الكيس بورتيج يعني طيب في المركز الثاني آآ لو انت فاكرين بقى احنا من دقيتين كده تكلمنا عن مبيعات الحداشر في مبيعات الحداشر شهر الأول اين كان في مبيعات العشر شهور في المركز الثاني غت شاري تيجو ثري شاري تيجو ثري كانت في المركز الثاني خلال أول عشر شهور وتراجعت شيري تيجو 3 من المركز الثاني إلى المركز الثالث لما نقلنا لمبيعات الحداشر شهر شيري تيجو 3 خلال عشر شهور كانت في المركز الثاني وباعت 2017 سيارة في المركز الثالث جاءت هاينداي توسان في المركز الثالث في مبيعات العشر شهور تقدمت هيون داي توسان إلى المركز الثاني في الشهر الحداشر حيث حققت الفين تسعمية واحد وستين سيارة بعد ما كانت في أول عشر شهور الفين خمسمية سبعة وتسعين يعني من خمسمية لتسعمية يعني حوالي ربعمائة سيارة تقريبا كده ممكن نقول كده في شهر حداشر ده اتباع ربعمائة سيارة كيس بورتاج عوي ربعمائة سيارة هيون داي توسان ده شهر حداشر اللي عمل القفزة لتوسان رفعها من المركز الثالث إلى المركز الثاني ونزل شريتيجو ثري من المركز الثاني إلى المركز الثالث طيب باقي كده الترتيب في شهر عشرة هو نفس الترتيب بالضبط في المركز الرابع شريتيجو ثمن في المركز الخامس كودا كودياك في المركز السادس فولكسفاجن تيجوان في المركز السابع كيا اكسيد 921 سيارة في المركز الثامن سيتروين سي فايف اير كروس يبقى الترتيب واحد بس الارقام طبعا بتاعة المبيعات السيارات زادت يعني في شهر من المبيعات طيب ده اللي طلعنا به من الاحصائيتين ومقارنة الاحصائيتين ببعض وعرفنا برضو التوسان حصل فيها ايه رفعت من المركز التالت للمركز التاني وبعت 400 سيارة ونسبورتاج بعت 400 سيارة ومازالت في المركز الاول في الصدارة تعالوا نشوف بقى حاجة زي الكودياك كده اللي انا مستغرب انها محققة المركز الخامس في اللستتين في اللستة مبيعات العشر شهور وفي اللستة مبيعات الحداشر شهر تعالوا نشوف في شهر 11 مثلا اه او اللي فات يعني شهر 11 باعت كم سيارة احصائيات العشر شهور كان سكورة كودياك باعت الفين واحد وخمسين سيارة احصائيات الحداشر شهر الفين ربعمية وخمس سيارة معناها برضو حوالي تلتمية وخمسين حوالي تلتمية وخمسين سيارة كودياك تباعه في شهر حداشر فقط طيب انا قصدت عمل المقارنة دي يعني نحاول نطلع منها بحاجة نطلع بحاجة ان في حاجة غريبة بتدري بتحصل في السوق ويعني ممكن نقول في شقل باز بتدري يحصل في السوق ان مستوى المبيعات بصفة عامة يعني لو بصينا الحكاية كارقام فارقام قليلة ارقام المبيعات قليلة مش هيا اللي متعودين عليها في يعني او مش هيا زي مبيعات السنة اللي فاتت سنة عشرين اتنين وعشرين لكن ملاحظ بقى ان شهر 11 ده في انطلاقة قوية كده في انطلاقة قوية لبعض السيارات في المبيعات او في حركة بيع زيادة شوية في هذا الشهر يعني ربعمائة سيارة كيس بورتاج ربعمائة سيارة توسان تلتمية وخمسين سيارة سكودا كودياك يعني اه اه شيري تيجو سيفن كانت باعة الفين خمسمية كان باعة الفين تلتمية تسع سبعين سيارة في العشر شهور في الحداشر شهر الفين سبعمائة يعني في ربعمائة سيارة كده فبرضو في حركة في السيارات الاسيو في البارزة او المميزة في مصر او اللي هي يعني مميزة في حجم المبيعات على الاقل يعني اه اه في حركة بيع زيادة شوية في شهر احداشر او ملحوظة في شهر احداشر ايه اسباب الموضوع ده طبعا الله أعلم لكن انا لما نقرأ كده ونحلل المواضيع هنلاقي ان احنا من فترة تم اقرار اه موضوع السيارات بيع السيارات اللي هي اه او السيارات مبادرة استخدام السيارات اه للعملين للمصريين العاملين في الخارج من فترة تم فتحها من جديد ويمكن اخر مرة فتحت اشتغل الموضوع بصورة رائجة شوية يعني حصل فيه اقبال شوية على استخدام السيارات يعني وشركات كتير دخلت قوي في الموضوع ده في موضوع انها بتاخد السيارات من القادمين من الخارج واتبيعها لناس داخل مصر اه برضو او بتدخي يعني بتساعد في اجراءات دخول السيارات دي اه فاعتقد ان السبب الرئيسي في زيادة المبيعات هو السيارات اللي جاي عن طريق المبادرة مش عن طريق الوكلة لان انا مش شايف ان الوكلة جابوا سيارات كتير يعني في شهر 11 بالعكس انا شايف ان الاستيراد قل طب الاستيراد قل لكن السيارات بعت اكتر ازاي السيارات بعت اكتر لان السيارات اللي جاية مش اللي هي جاية استيراد عن طريق الوكلة لا هي اللي جاية استيراد او تصدير من المصرين العاملين اه في الخارج انا شايف هو ده السبب الرئيسي اللي عمل زيادة في حجم المبيعات بس يا ترى يا هل ترى ماذا سيحدث في الشهور القادمة هذا ما ما لا نعلمه ولا يعلمه الا الله فبس كده خلصت حلقتنا النهاردة اتمنى تكون كانت الحلقة خفيفة يعني النهاردة بالنسبة لي عودة بعد فترة طويلة شوية نتيجة الوعقة صحية انا لسه ما زلت حتى بقى تعافى منها فاعذروني واعتبروا الفيديو ده بس يعني ايه فيديو تسخيني كده للعودة من جديد واحنا لسه ما زلنا في فترة النقاها اشكر لكم حسن الاستماع وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات شوفكم الفيديو الجاي سلام